اشتركوا في القناة الكلية عرفة ولكن طريقة التمرين انك تحاول انك تمسك الوزن عند النزول الطريقة هي انك تحاول تمزل في الحركة السلبية نزول قطة من الحركة الايجابية هاي الطريقة العضلة تاخد حقها في التمرين وتستفيد بشكل اكبر حتى لو رحت اوزان في جيلة حاول انك تركز واهم شي انك تحاسب على عمرك يوم تلعب واذا بتلعب العاب حرة استخدم حزام الظهر في هذا التمرين يمكن البعض ما يعرف ليش انا حاطريني بالطريقة هذي بالطريقة هذي انت تشغل الكواد وتشغل الهامسترنج في نفس الوقت يركز على الكواد الامامية بشكل قوي جدا تمرين ممتاز تلعبه حتى لو بأوزان خفيفة حتى لو بدون اوزان تلعبه بوزن الجسم تمرين جدا ممتاز حركة القدم بهالشكل تشغل الهامسترنج اكثر عن الكواد تقدر انك تلعب الجهاز الواحد بأكثر عن طريقة بأكثر عن حركة الاستهداف اكثر عن منطقة في عضلة الهامسترنج المهم انك تشغل مخك في التمرين وتركز اثناء النزول هذا جدا مهم كنا نعرف هذا التمرين يستهد في عضلة الهامسترنج بشكل كبير لكن لاحظوا النزول دايما اركز في النزول والسبب تخلي العضلة تمسك الوزن بشكل اكبر وبهالطريقة تستفيد من التمرين موسيقى ولو حبيت تصعد التمرين شوي على عمرك انزل بريل وحده نفس هذا الفيديو بهالطريقة تستفيد العضلة بشكل اكبر واهم شي النزول بطيل من افضل الاجهزة اللي العب فيها العضلة البطات هذا الجهاز اذا عندك فصالة هذا الجهاز استغله والعبه في تمرين الارجل او في غير تمرين الارجل كلنا نعرف ان عضلة البطات من العضلات الضعيفة عند اغلبنا لذلك حاول انك تركز فيها شوي وهذا الجهاز واحد من افضل الاجهزة بالنسبة لي لعضلة البطات ومثل ما قلت قبل اذا بتستفيد من الجهاز اللي عندك تقدر تستخدم الجهاز للاستهداف اكثر عن منطقة للعضلة المستهدفة وهذا التمرين كلنا نعرفه يشغل البطات بشكل جدا كبير ونفس الشي تقدر تحول قدمك او طريقة وضع القدم لاستهداف الزاوية الداخلية او الخارجية بالعضلة البطات بيعطيكم العافية لا تنسى رايك في التمرين اكتبه تحت ومنشن اخوانك على هالفيديو بيعطيكم العافية اشتركوا في القناة